تتفاقم الأزمة الصحية والإنسانية في الأراضي السودانية نتيجة للاشتباكات الدائرة بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ومنذ بداية الأزمة تسع مصر جاهدة لمعالجة الحرب في السودان حيث تقدمت مصر بمبادرة ضمت عددا من رؤساء دول الجوار لإيجاد حل للأزمة يوم تل والآخر تتفاقم الأزمة الصحية والإنسانية في الأراضي السودانية منذ أبريل الماضي نتيجة للاشتباكات الدائرة بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع فبعد أن بسطت قوات الدعم السريع سيطرتها على كامل ولاية الجزيرة تشهد ولاية الشمال وشرق ووسط السودان حملات استقطاب وتحشيد واسعة وتسليحا للمدنيين دعما للجيش في مواجهة احتمالات تمدد قوات الدعم السريع نحو ولايات جديدة في حين سقط أكثر من عشرة ألاف شخص وتشرد نحو سمانية ملايين إلى مناطق داخل وخارج البلاد بحسب آخر الإحصاءات الرسمية بسبب النزع فضلا عن استمرار توقف أكثر من 70% من النشاط الاقتصادية وتساع رقعة الجوع لتطال أكثر من 24 مليون من سكان البلاد البالغ عددهم نحو 42 مليون نسمة وطبقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فإن أكثر من 317 ألف لاجئ اضطروا للفرار إلى مصر منذ اندلاع النزاع عبر معبري قسطل وأرقين البريين إضافة إلى أكثر من 5 ملايين سودانية يقيمون بالفعل في مصر وفق أرقام رسمية للسفارة السودانية في القاهرة الموقف المصري سعى سعيا حسيسا لمعالجة الحرب في السودان منذ بدايتها حيث تقدمت مصر بمبادرة ضمت عددا من رؤساء دول الجوار وهذا كان جزءا من المساعي التي لم تدخل مصر جهدا لحل الأزمة وتقريب جميع الأطراف حفاظا على السودان وشعبه